قد تنبض صحراء قاحلة كهذه بالحياة بهؤلاء الأطفال وأحلامهم في الجوف وتحديدا بمديرية برط العنان كانت ست خيام وحوالي 270 طفلا عوامل كافية لتبدأ هنا عملية تعليمية لا يتوفر من أساسيتها شيء الطلاب عندهم استعداد كبير جدا للتعلم وهم أذكياء والله وأنا أشاهد هذه الوجوه الصغيرة هي تتهافت للتعليم وهذه الوجوه أيضا تحاول بقتل إنها تنسجم مع هذا الواقع مع وجود هذا الأمان ومع وجود هذه الطبيعة الآمنة نحن استطعنا أن نوقد هذه المدرسة في هذا المكان وفي مكان آخر مدارس متعددة في الديار المترامية الأطراف والبعيدة نحن وضعنا هذه الجزئية في هذا المكان ووضعنا جزئية أخرى في مكان آخر ووضعنا جزئية ثالثة في مكان آخر هذه المدرسة تسمى مدرسة القرن في هذه المدرسة المفترضة والتي لا تحمل ما يدل على أنها تنتمي لهذا القرن سوى اسمها يتقاسم طلاب ثلاثة فصول الخيمة الواحدة ويتزاحمون على أرضيتها الترابية بلا كتب ولا حتى وسائل تعليمية مدفوعين بشغفهم للتعلم ولو بأقل المتاحات ظل الطلاب إلى أكثر من ثلاث سنوات قاعدين بدون تعليم وعندما أتينا إلى هنا تعاون القميع مع الأخوة الأرواد التعليم في هذه المنطقة إلى تأسيس الخيام والدعوة للطلاب للحضور إلى المدارس ونحن سنقوم بهذا الواقب وفق إمكانياتنا المتاحة نطلب من القهات الرسمية في مكتب التربية من محافظة القوف وأيضا الوزارة والقيادة العليا والسلطات العليا المعنية بأمور التعليم أن تقدم لنا أيضا أما مساعدة في إيجاد خيام أخرى أو بناء مدرسة جديدة في هذه المحلات الآمنة معلمون وأهالي المنطقة هم القائمون على مثل هذه المبادرة والناتجة عن ظروف فرضتها حرب ميليشيا الحوث والمخلوع وبسببها حرم الأطفال من التعليم لسنين وحتى اللحظة ما زالت الجهة الحكومية والسلطة المحلية بالجوف عجزة عن القيام بأي دور من أجل تعافي هذا القطاع الهام فضلا عن غياب أي دور للمنظمات الإنسانية المحلية كانت أو الدولية أو حتى تلك المدعومة من دول التحالف والتي وبحسب مراقبين لم تقم بمسؤوليتها في إعادة أعمار هذه المحافظة رغم تحرير معظمها جهود مجتمعية في محافظة لم تتخلص من أثار الحرب بعد نتج عنها هذه المدرسة بفروعها الثلاثة بهدف حماية الأطفال وخوفا على ضيع مستقبل جيل كامل بل ومستقبل بلد بأكمله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر